فعل حسن إغفغوناغ ركز بطبط الحلال الحفاظ على الانسجام والأسماء التي قامت بالبصم على الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى موديال روسيا 2018 وأيضا أسماء جديدة حسن دعنا في البداية نسرد عن اللائحة الكاملة لـ 28 لعبا تمسد عام من طرف النخب إغفغوناغ ويتعلق الأمر بمونير المحمدي ياسين بونو أحمد ريدا تغنوتي من اتحاد تنجر المغربي نبيل درار أشرف حكيمي وليد الحجام مهدي بنعطية غنم سايس بدر بنون لاعب فريق رجاء البيضوي ومروان داكوستا وحمزة منديل كريم الأحمدين بارك بوصوفة يونس بالهندة سوفيان مرابط يوسف أيت بناصر ياسين أيوب أمين حارث حكيم زياش زكريا لبيض سوفيان بوفال نوردين مرابط فيصل فجر خليد بطيب وأيضا نجم الشان أيوب الكعبي لعب نهضة بركان وليد أزارو الذي توجه مع الأهل المصري باللقب وعزيز بوحدوز ويسين بامو إذن حسن ربما إغفغوناغ حاول أن يركز كما قلنا على الأسماء التي شكلت ربما العمود الفقري للأسود في التصفيات وتدعيمها ببعض الأسماء الجديدة حسن ونقرأ بعين الإطار الخبير التقني نشرك معنا محلل برنامج ميادين سهيلال 28 لعبا في لائحة إغفغوناغ للقاء ووديتي سربيا وأوزبكستان أبرز ملفة انتباهك كندرة أولى على هذه اللائحة لائحة متجانسة معقولة أم ترى أنها ربما جانبت الصواب في بعض الأسماء الأسماء للعبين التي اعتدنا للمشاهداتهم والتي تمتل عمود الفقري دي المنتخب الوطني الأول حاضرة كالعادة مسألة عادية سيكون وجوه جديدة لأنه آخر تاريخ فيفا يعني قدت فيفا الأخيرة قبل النهاية الكأس العالم يعني ما عندوش شي وقت آخر باش يشوفهم إذن الفرصة مواتية أكيد بأن كين واحد متابعة ومواكبة وتتبع يعني يومي وأسبوعي لهذه اللاعبين في الأندية ديالهم لكن هذا غير كافي خصوهم يشوفهم يعني في الأجواء ديال منتخب الوطني على القدرة ديالهم على التكيف في الانسجام على تقديم الإضافة باش يكون عندهم شي بروفيل مختلف ماشي شي بروفيل لكين ديجا هذا هو لكين بالسينام ستشوف على العموم يعني باستثناء ياسين أيوب ديال أوتريخت وواليد حجام ديال أميان بالمناسبة قبل أن تكمل سيهلال قبل لحظات كنا تصنب ياسين أيوب لأخذ انطباعاته بعد الاستدعاء للمنتخب المغربي اللاعب عبر عن فرحه وضرب لنا موعدا يوم غد أو في اليومين القادمين من أجل استجواب على أمواج ميديان المناسبة للمستمعين الكرام